أفهم معالي الوزير أنكم تريدون الاستقرار ولكن ماذا تتوقعون أن يحدث في تايوان؟ أنا لا أريد المضي في هذا الاتجاه هل تتحدثون عن هذا الموضوع أحيانا؟ مرة أخرى أقول ما نفعله عادة في السياسة الخارجية هو توضيح موقفنا للحديث عن مصالحنا من يتحدث عن ماذا؟ وما هي التوقعات؟ وماذا سنفعل؟ الدبلوماسي الحكيم يعرف حين ينبغي قول شيء وحين ينبغي الصمت